استقبل رئيس عبدالفتاح السيسي وزير شؤون الخارجية وتعاون الموريتاني محمد سالم ويلد مرزوق بحضور وزير الخارجية سامح شكري والقائم بأعمال سفارة موريتانيا بالقاهرة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي تسلم خلال اللقاء رسالة قطية من أخيه رئيس موريتانيا محمد ويلد الغزواني مشيرا إلى أن رسالة تضمنت الإعراب عن تقديم موريتانيا الكبير لمصر قيادة وشعبا ولدورها الرائد على المستويين العربي والإفريقية كما تضمنت تأكيد الحرص على تعزيز العلاقة السنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات والاستفادة من التجربة التنموية المصرية التي شهدت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة الماضية وطلب الرئيس السيسي خلال اللقاء نقل تحياته إلى شقيقه رئيس الموريتانيا مؤكدا تطلع مصر لتفعيل أطر التعاون المشترك بين البلدين على مختلف الأصعيدة خاصة في القطاعات التنموية التي اكتسبت فيها شركة المصرية قبرات كبيرة خلال السنوات الماضية وكذلك تقديم المساعدة في تطوير وبناء القدرات والكوادر للأشقاء في موريتانيا في كافة المجالات وأضف متحدث الرئاسة أن اللقاء شهدات تبدل وجهة النظر بشأن عدد من القضايا العربية والإقليمية في إطار حرص الدولتين على تعزيز ودفع العمل العربي المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر